اشتركوا في القناة وقام الأستاذ عارف الزوكة من بعض الأحزاب والتنظيمات في عدد من الدول الصديقة والشقيقة ودعا الاجتماع أعضاء المؤتمر إلى المزيد من التلاحم والوحدة في مواجهة التحديات التي تستهدف المؤتمر الشعبي العام وعدم الإنجرار خلف الشائعات التي تروج لها بعض الأطراف دون إدراك المخاطر التي لا تستهدف المؤتمر الشعبي العام لوحده وإنما تستهدف وحدة الوطن وأمنه واستقراره وتحاول التملص من الانتزامات والاستحقاقات التي نصت عليها المرجعيات الوطنية المتمثلة في المبادرات الخليجية وألياتها التنفيذية المزمنة ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن ترجمة نانسي قنقر